اكد المركز الوطني للارصاد ان العاصفة المدارية شاهين تعمقت صباح اليوم وتحولت الى اعصار مداري من الدرجة الاولى في منطقة شمال بحر العرب حيث وصلت سرعة الرياح حول مركزه 120 الى 130 كيلو متر في الساعة واضاف المركز الوطني للارصاد انه من المطوقع ان تضعف الحالة تدريجيا خلال 24 ساعة القادمة لتصل لعاصفة مدارية مع اقترابها من سواح البحر عمان وذكر موقع تقس العرب ان الساعات الاخيرة شهدت بداية ظهور عين الاعصار شاهين ودخول مركز الحالة المدارية الى بحر عمان وكانت هيئة الارصاد العمانية قد اصدرت اليوم السبت تنبيها سانيا حول اخر مستجدات الحالة المدارية شاهين مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الحكومية واكدت استمرار تضفق السحب التي تتخللها سحب منطرة على اجزاء من سواحل بحر عمان على ان تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة وطلبت بعدم ارتياد البحر والابتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل حيث ان بعض اجزاء من بحر عمان شهدت ارتفاعا في موج البحر تزامنا مع اقتراب الحالة المدارية وبدأت ملامح وتأثيرات العاصفة المدارية شاهين تتضح على الارض بعد هيجان البحر واشتداد الرياح وهطول الامطار في بعض المناطق في سلطنة عمان الله يحافظ على الشعب العماني الشقيق ربي يجي بالخير اشتركوا في القناة